اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودعمنا معنويا بدغطك على زر الاعجاب في تقارير اعلامية اسبانية كثير السؤال عن وضع مدافع بلد الولد جواد اليميق وان كان قد استعدك من جهازيتها ام ليس بعد كما تسألت داس التقارير ان كان الدولة المغربية سيخوض المباراة القوية التي سيستقبل خلالها بلد الولد ضيفا تقيل اليوم السبت القادم في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الليجة وهو ريال مدريد وغاب اليوم كثيرا عن مباراة بلد الولد ولم يشارك معه في منافسات الليجة منذ مواجهة خطافي في الجولة السابع عشر وذلك بسبب مشاكل في الغدروف المفصلية حسب مقالة صحيفة آس سابقا ولم يحقق بلد الولد اي فوز خلال مبارايته الستة الاخيرة في الليجة ويعاني مدربه كثيرا على مستوى خط الدفاع بسبب اصابة العديد من المدافعين بعد غيابي عن مباراة فريق هيرانس أمام الانسة نهاية الأسبوع الماضي والتي آلت نهايته إلى التعادل بهدف لمثله دمن الفعاليات الدور الخامس والعشر من البطولة الفرنسية ولدوع إصابتي بتمدد عضلية دون تحديد مدة الغياب قال يونس عبد الحميد أنه لا يعرف متى سيعود بالضبط إلى الميادين إلا حين تأكيد ذلك من فريقه الطبي للنادية قطعا لا أعرف مدة غياب عن تشكيلة الفريق وأمل أن تعافى بصراحة تأكون جائزا لمباراة سانتيتيانة على الرغم من الأمر سيكون صابا للغاية ولكن من المفروض أن يكون جائزا للأسبوع الموالي أمام مونبولي أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية برئاسة فوزي لقجع وذلك بعد تتويجها بلعب كأس الأفريقي للعب من المحليين والتي أقيمت بالكاميرون وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن هذا التتويج يمثل مصارى مميزة طيرة المسابقة الأفريقية والذي عارف تتويج المغرب كأفضل خط هجوم الشيء الذي يثبت جودة كرة القدم المغربية وتابع الاتحاد الفرنسي أن الحفاظ بهذا اللقب هو إنجاز رائع يساعد على وضع المغرب بين الدول الإفريقي الكبيرة ويظهر جودة العمل الذي تقوم به جامعة الكرة حدار المدافع السابق لليفيربولو منتخب إنكلترا جيمي كارغر المدرب الجديد للشيلسي توماس دوخيل من عدم اعتماد على بعض اللاعب في تشكيلة الأساسية من بينهم المغرب حاكم زياش والأمريكي كريستيان وظهر كارغر في السوديو التحليل لمباراة البلوز أمام نيو كاسل والتي انتعت بانتصار رفاق تيمو طعمية أبراهام بتنائية نظيفة وهي المواجهة التي لازم خلال حاكم زياش مقاعد البدلع طيلة 90 دقيقة وعلق كارغر على تصريح المدربة الألمانية بشأن اعتماد على مهاجم واحد وجعل مواطنه تيمو يلعب خلال رأس حرب أبراهام حيث قال أعتقد أنه من المهم ما قاله حين أكد أنه يعمل بشكل أفضل مع مهاجم تابت أبراهام وجيرو هما يمن يلعبان في هذا المركز وبالتالي فإن خطته تضع فيرنالك صاني ألعاب لنسأل كم من لعبين لديه في هذا المركز وتابع الإنجليز تحليله قائلا مونت زياش بوليزيت إنها خيارات جيدة لمركز صاني ألعاب لكنني أعتقد أن ما حدث للمبارد سيتكرر مع الدخل أحيانا يبدو من الجهيد أن تمتلك هذا العدد من اللاعب في خانة واحدة وأحيانا يتسبب ذلك في مشاكل داخل الفريق ويجعل بعض اللاعب غير السعداء في التدريبات كان مونير الحداد في المستوى تطلعت مدربه جولي لبتيغية عندما سجل هدفين الأخيرين في المباردين الماضيتين على التوالية أمام هويسكا وخطافي ليرفع رصيد من الأهداف حتى الآن في منافسات الموسم الحالي لبطولة الليغة إلى خمسة أهداف ولم يسعد مونير الحداد فقط لأنه سجل هدف الفوز لفريقه أمام هويسكا أو لأنه رفع رصيده من الأهداف إلى خمسة ولكنه سعيد أيضا لكون لعب كل دخائق المباراة لأول مرة في البطولة هذا الموسم إذ اعتادا يبدأ مباراة من كرسي الاحتياط وحتى إن بدأ أساسيا يغير المدرب قبل نهاية المباراة لكن في المباراة الماضية أمام هويسكا كان الوضع مختلفا حيث بدأ أساسيا وشارك طيلة 90 دقيقة يواصل يوسف الآربي تعلق ورفق تفاريق الأمبياكوس اليونانية التوج بشائزتين مهمتين ويبقى أبرزه وحيازته للقب هداف الدوري اليوناني لتاني مرة وتمكن الدول المغربي من الدفار بلقب هداف النسخة الحالية من الدوري اليونانية برصيد 18 هدفا فضلا عن فوز بشائزة أفضل لاعب أجنبي يمارس بالدوري الذاتي ووقع المواجم المغربي على عقد جديد مع فاريقه اليونانية ينتهي في صيب 2022 إن من أنه كان قد انضم إلى النادي اليوناني في فترة انتقالة الصيفية موسمة 2019 قادما من قطر يستعد ريال مادريد لإجراء تعاقدات جديدة في الميركات الصيفية من أجل تقوية صوفه والتفادي المشاكل البدنية والفنية التي آنى من الفارق الذي يقود المدرب الفرنسي زدين زدانة طيلة الموسمة الحالية وأكد برنامج إسبانية أن معاناة ريال مادريد من غياب داني كرفخة لعدة فترات بسبب الإصابة دفعوا للبحث جدياً انخيارات أخرى لشغل مركز داير أيمنة في تشكيلة الفارق وأبدى النادي عزمه للتحرك من أجل استعادة أشرف حاكمي من الانتر وأودى حدات المصدر أن الإدارة المادريدية تشعر بالندم لأنها كانت متسرعة بخصوص بعقد حاكمي لنيراتزوري في الصيف الماضي خاصة وأن موافقة زدانة لتسريح اللاعب جاء يضغط من إدارة النادية التي كانت تطمح لدم الدنزيد من الأموال في خزينة النادية فجاء حاكم زياج مهاجراً بالديار الهولندية يدعى سفيانة العزيزية يعاني من معرض عضلي من خلال محادثة مباشرة أشراء معه خلال مشاركة الشاب البالغ من العمر 22 عاماً في برنامج تلفزيون هولندية ويهدف سفيانة العزيزية للتعريف بالمعرض الذي يزيد من صعوبة الحياة عليها من خلال مشاركة معاناتي وتجربتي مع الجمهورة الهولندية قبل أن يتفاجأ بتلقي تصار المرئي من نجمي المفضل حكيم زياج وحاول المغرب الرفع من معنوية المهاجر الذي يعني من مرضي النادر حيث قالت ناء مداخلتي على برنامج الهولندية أكثر ما يمسني في الموضوع هو أن والدي مات بسبب هذا المرض وأضاف أعرف ما يفعله المرض للشخص المصاب به لقد رأيت كل ذلك الأمور عن قرب عبر الدول السعودي وقائد النصر السابق هاشم مصرور الرأي في نجوم الفارق بعد الهازمة القاسية أمام الشباب بربعية نظيفة ضمن منافسة الجولة الثامنية عشر من الدول السعودية وقال السرور عبر حسابه شخصي على تويتر لن نتحصر على ما فاته ولكن لو تكلمنا بواقعية وعن ما حصل للنصر حمد الله وأمر عبد وخالد غنام كانوا بعيدين عن مستواهم الذي نعرفه وتابع الصليهم أضاهم أدفا محققا وحمد الله أدعى ركل الجزاء وتلات عرضية من المفترض أن تسجل ولكن قدر الله ما شاء فعله وأتم السرور أتمنى في القادم الأيام أن يكون أمر عبد حمد الله وخالد غنام على الدكة البودلاء وأن يأخذ مكانه من يستحق اشتركوا في القناة